اشتركوا في القناة هكون معكم أنا عبدالله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحد إلى الثاني ظهرا وبإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف 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 أم من الأب ستور وجوجل بلاي موضوع حلقتنا لليوم عن ولا تنسوا الفضل بينكم فإن شاء الله في هذه الحلقة اللي نتكلم فيها بشكل خاص عن العلاقة الزوجية وأساس هذه العلاقة وكيف تنشأ العلاقة الزوجية الناجحة بداية طبعا من قبل ما تتم هذه العلاقة بداية من الملكة ومراحلها ووصولا إلى هذا الزواج وكيف يمتد ويكون الزواج هذا مرتبط بعلاقات ناجحة من أبناء من أرحام وإلى آخره وأيضا حتى في جانب الصحة النفسية للزوجين إنهم كيف يكون عندهم صحة نفسية ممتازة تنعكس على أسرهم وتنعكس على نفسيتهم ونستقبل سيلتكم على رقم الواتساب 055-669-001 أرحب بضيفة حلقتنا لليوم دكتورة دعاء سامي زهران مستشارة أسرية واجتماعية ونفسية وناشطة إعلامية حياك الله دكتورة دعاء يا أهل فيك الآن في موضوعنا اللي يعني وإحنا قد نتناقش قبل الحلقة الموضوع هو ما بقول معقد لكنه في نوع من التشاعب فإن شاء الله بتواجدك ودنا إن شاء الله نفصل اللي هو إن كيف توصل إلى علاقة زوجية ناجحة وهذه العلاقة زي ما نقول حتكون من يندرج من تحتها أسرة ناجحة والأسرة يعني هي تشكل أساس المجتمع فبتواجدك إن شاء الله بنفصل فيها بشكل رائع جدا الآن دكتورة خلينا نتكلم في العلاقات الزوجية أو في الأسرة بشكل عام نرجع لورا في جانب العريس والعروس لما تبدأ الملكة هذه أو لما تبدأ الشوفة إيش المطلوب من العريس والعروسة عشان يحققوا الغاية اللي هو يكون فيه نوع من التوافق والإنسجام طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لإستضافتك موضوع اليوم جدا مهم يعني يمكن نقدر نقول إنه هو بداية اهتمام من أول نطفة وأول نقطة في حياتنا حياتنا الشخصية والاجتماعية وخاصة في الحياة الزوجية أهتم ديننا بأدقة تفاصيل وأهمل المجتمع أدقة تفاصيل الرائعة في هذه النقاط لو أهتمين فيها من جميع الجوانب لو وجدنا حياة أسرية رائعة لو وجدنا أسر متكاتفة بداية من اختيار الشريك اليوم إذا رجعنا بس اللي وراء في اختيار الشريك الرجل نقطتين مهمة من ترضون دينه وخلقه ولكن اليوم المجتمع لا يبحث عن الرجل من جانب الدين والخلق صارت مادية شوي أصبحت مادية بشكل كبير ولد مين سيارته منصبه يبحثوا حتى عن رصدته المالية ايش ورث ايش عنده فخرجنا عن المنطوق الصحيح للحياة واختيار الشريك أيضا نما نجي على الجانب الآخر في اختيارة زوجة المرأة تنكح المرأة لمالها وجمالها من هي وبنت مين فعلا المرأة لابد تكون كده من هي هذه القدوة اللي حتربي هذا الجيل من هي هذه الإنسانة اللي حتصبر وتكون عون لهذا الرجل بعدنا كل البعد أصبحت الأم تخطب لولدها بنت مين اللي حنما تخرج معايا كذا أنا أتفاخر بمرأة ولدي مين أمها عشان نما نجلس في المجالس أقول أنا مرت ولدي فلانة أمها وأبوها فلان مين تجار إيش عندهم إيش ما عندهم خرجنا عن ولدي إيش يبغى احتياج ولدي للزوجة إيه إيبغى زوجة فقط إن جاب والتفريخ وبيت مفتوح ولا يبغى شريكة حياة إيش يعني شريكة حياة يعني إنسانة معايا في جميع ظروف الحياة إنسانة تبدأ معايا من الصفر في نقطة يا أستاذ عبد الله مرة مهمة ممكن أنت اليوم كشاب تمر فيها اليوم كل شاب يبدأ حياته صح حتى لو كان ولد عيلة مرفهة وعنده إذا بدأ هو من الصفر فما حيكون بنفس وضع أهله الاجتماعي أو الاقتصادي حيكون معتدل صحيح أهله بيدعمه ولكن ما هو نفس مستوى المادي حيث أبوه فهنا إنت لما نتزوجت هذا الشاب أتزوجت شخص معتدل ماليا دخل مختلف عن دخل الأسرة اللي أنت دخلت عليها فالوعي بهذا الأمر مهم بمعنى إحنا اليوم نشوف كثير من مشاكل الشباب هو راتبه كله مثلا راتبه كويس يعتبر في هذا المجتمع إنه مثلا راتبه 30 ألف عشان هو مثلا مقتدر ماليا راتبه 30 بس هي الشنطة اللي تبغاها قيمتها 50 لأني أنا أخذ ورد فلانا المفترض إنه هو يجيبها بس انتي متزوجة شاب لسه عدوب وبدأ وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي أو المهني فالوعي اللي لازم يجي من الأسرة في هذا الموضوع إن اليوم أنا في الأخير أخذ شاب لابد يكون شخص يتحمل مسؤولية ما يكون هذا الشخص باني حياته وإني أنا اليوم أبوي إيش حيحول لي وإيش حيعطيني وأمي إيش حيجيب لي وإيش البطايق اللي معاي حقت أسرتي أو حقت أهلي حتى الآن من طرف المرأة اليوم في دراسات كتير أثبتت إنه المرأة أصبحت أغنى من الرجل فالأرصدة المالية عند السيدات أعلى من الرجال اليوم كثير من المناصب والرواتب العالي أصبحت عند السيدات فبعض الرجال يبغى هذه الزوجة عشان منصب مثلا أو راتب أو حاجة يجي يبغى حياة زوجية تقول له لا أنا زي زيك موظفة أنا دخلي أعلى أنا وضعي أفضل فيصير التفاضل بينهم والحياة مبنية على وظيفة ومال فانتهى أو خرجنا عن منطوق الحياة الأساسية اللي هي حقوق وواجبات ومودة ورحمة وبناء عيلة وبناء أسرة فإحنا هنا حطينا القواعد اللي حنبدأ فيها ولا تنسوا الفضل بينكم فباختيارات الأولى الصحيحة اللي قلنا عليها حنبدأ لمنطلق اهتمام الدين بأول مرحلة في الارتباط وهي مرحلة عقد النكاح والمهر اللي بينهم فإن لم يوفق فالدين واضح وصريح بما معنى الآية إلا ما كان فيه أي توافق وكان فيه خلوة فلها نص المهر صحيح؟ فالإسلام دقيق ما يظلم أحد فكيف إحنا كبشر نسمح لأنفسنا بظلم بعضنا البعض لأمور نفسية أو خاصة نعم لكن خلينا الآن في جانب مثلا في جانب الشوفة أنا كيف أقدر نقول الشوفة تمت على خير إن شاء الله لكن أنا كيف أقدر كعريس أو كعروس كيف أني أقدر ألقى التوافق هل أنا لازم مثلا أستند لبعض مقيس معينة هل أنا لازم أسأل في أشياء معينة يعني تعرف الموضوع الآن شخص جديد وشخصة جديدة فلازم يكون في نوع من التحاور رائع إحنا من أول الأشياء اللي نقولها لكل شخص لابد إنك تتعرف على ذاتك فتعرف كل شخص على ذاته الآن في كثير من المقيس ولكن يمكن أنا أعتمد كثيرا على مقياس علمي بحث مقياس هيرمن اللي حدد النمطية الدماغية لكل شخص الهيمنة الدماغية لكل شخص اليوم أنا لما أعرف أنا أي فص دماغي لما أنا أعرف أي ربع مهيم في سلوكياتي هذا المقياس يهتم بالتفضيلات بمعنى أنا إيش أفضل ولكن مو إيش اللي أقدر وإيش اللي ما أقدر أنت تقدر تسوي كل شيء أنت تقدر تغير نفسك ولكن هو يدرس التفضيلات عند الشخص بمعنى لو أنا عملت المقياس اليوم وأنا مخطوبة سويت أنا المقياس وهو سوى المقياس المقياس بشكل سريع عشان ما ندخل في تفاصيله عبارة عن 56 سؤال يحل بي بنعم أو لا حنبين كل رقم يطلع لكل ربع A و B و C و D ومنها حنعرف الهيمنة الدماغية حتسأني طب لكل شخص هيمنة الدماغية واحد سأقول لك 90% لهم عدة هيمنات دماغية بمعنى ممكن أنا أكون B و C ممكن أنا أكون C ولكن الرقم اللي بعده على طول مؤثر فيي C و A فلكل شخص عدة هيمنات طب أنا والله أشوف نفسي هنا وهنا وهنا غلط لا مو غلط أيوة طيب أنا والله A وشريكي C وإحنا متنافرين ما ينفع نعيش لا تنفعوا تعيشه يعني أكمل الخطوبة أكمل الخطوبة طب إيش نسوي؟ خطة علاجية أسبوعية أني أنا أخذ من الفصل من الهيمن اللي بعدي وأبدأ أغير في سلوكياتي معينة حتى أعرف مفاتيح التعامل مع كل شخص والطرف الآخر يعرف كيف أتعامل مع هذا الشخص أعرف ردات فعلك أعرف أساليبك أعرف اللي أنت تبغى وإيش هدفك في هذه الحياة يعني اليوم اليسار هم منفذين موضوعيين عندهم الأرقام جداً مهمة اليسار اليمين لا مشاعرين فنين الحب الحياة الإبداع عندهم شيء مرة مهم فإذا أنا اكتشفت أن شريك الحياة يمين وأنا يساري بحت خاصة إذا كان مرة يعني بزيادة متعمق هذه طبعاً كلها تطلع في نتاج الاختبار فأنا لابد أني أكون أكثر مرونة يعني أخذ من البي لأن البي قريب من الديئة من السي يربطه النشاط حركي فأنا معناها أقدر ألاقي مفتاح للوصول لشريكة الحياة جميل إحنا يعني الموضوع هو مشاعب يعني حتى المكياس هذا ممكن تكون له حلقة الحالة أكيد طبعاً لكن أنت تشوفين أن يعني نقول كمستقبل الزوج والزوجة سووا هذا المكياس أو حتى العرسان هل هذا بينعكس عليهم إيجاباً يعني يكون فيه نوع من التوافق والتناغم ومعرفة زي ما نقول هذا مداخيلة من وين وهي مداخيلها من وين طبعاً يعني إحنا عملنا عدة مرات وإزاي تابعوا وسائل التواصل عملتوا على عدد من المشاهير وشفنا مدى توافق الاختبار عليهم وجدنا يعني يقولوا يا ريت من زمان سوينا يعني حتى اللي تخطوا هذه المرحلة طبعاً لهم سنوات متزوجين وعملوا الاختبار وأكتشفوا ليش هو يكركب وليش هي بتجري ما بتعانده لكن هي هيمنتها كده وهيمنته كده فاكتشفوا أنه ليش الخلافة البسيطة اللي بيصير أسبابه طلع اختلاف الأنماط الدماغية فاللي منفصل يقدر يسويه واللي دوب وخاطب واللي متزوج واللي ليهم عشرين وثلاثين سنة يسووه وحيستفيدوا وحيستمتعوا بمعرفة الهيمنات الدماغية لبعضهم البعض جميل كلام رائع يعني الاستناد على العلم بالذات يعني هذا إن شاء الله ينعكس بشكل إيجابي لأن فيه زي ما تعرفين دكتورة فيه بعض العلوم يعني تكون مستندة على كلام فارغ مستندة على بعض الأشياء اللي ما لها صلة بالعلم نهائياً مستندة على الأراء الشخصية أو مثلاً العراء الشخصية لكن نطلع فاصل دكتورة ونكمل في موضوعنا لليوم ولا تنسوا الفضلة بينكم فاصل مستمعينا ولا نزال أيضاً نستقبل أسئلتكم على رقم الواتساب 055-669-801 يا أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا ورجعنا مرة ثانية بعد هذا الفاصل ولا نزال نتكلم في موضوع حلقتنا لليوم عن ولا تنسوا الفضل بينكم ولا نزال في استقبال أسئلتكم على رقم الواتساب 055-669-801 أرحب مرثاني بضيفة حلقتنا لليوم دكتورة دعاء سامي زهران مستشارة وسرية واجتماعية ونفسية وناشطة إعلامية حياك الله دكتورة دعاء يا أهلا فيك الآن في قبل الفاصل كنا نتكلم في جانب اختيار شريك الحياة أو شريك الزواج سواء كان من منظور العروس أو من منظور العريس ومثل ما ذكرت الموضوع هو يعتمد على عوامل عدة سواء من عامل الدين ومثل ما ذكرت تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها ونسبها وإلى آخر والزوج يعني كذلك يعني من ترضون دينه وإلى آخر الحديث فالآن في منظور ديني لكن من منظور العلمي مثل ما ذكرت يعني في بعض المقاييس التي تقام مثل مقياس هرمن يعني الاستناد على الحقائق العلمية هذا الموضوع جميل يعني مثل ما ذكرت سواء كان بعض المهام في الفصة الأيمن أو الفصة الأيسر والبحث عن التوافق وطبعا في ناس تتوقع أن لازم يكون فيه توافق تام مع أن أنا ممكن موجة نظري أن لازم يكون فيه شوية اختلاف طبيعا لأن التوافق التام هذه مشكلة خاصة بتملون من بعض صحيح إذا هي زيك وزيك يعني لازم يكون فيه شوية زي ما نقول تفاعل فيه تضاد في بعض النقاط مو في كل النقاط الآن نفترض إن شاء الله هذا الزواج تم على خير ففي مرحلة الزواج سواء كانت في بداياتها أو في مراحل متقدمة الزوج والزوجة كيف يقدروا يحافظون على العناصر اللي تخلي زواجهم يتم ويكون بشكل ممتاز هل هم لازم يستندون مثلا على دورات بشكل مكثف أو هل لازم نقول ممكن يكون فيه تواجه من حين لآخر أقصد بالتواجه اللي يكون فيه جلسة يتناقشون فيها سواء كانت من المشاكل اللي صارت أو التوجهات المستقبلية طيب أولا الدورات المستمرة هي دافع رائع لاستمرارية الحياة على منظوم مرتب على أسوص صحيحة بمعنى إحنا اليوم بشر ما إحنا مجردين من الخطأ بالعكس وكل ما كان فيه حضور دورات راقي يناسب احتياجي فأنا حستفيد يعني لو حضرت الدورة وسمعت عشر كلمات خرجت بأربعة أنا مستفيدة ولكن لابد من اختيار الجهة المقام منها أو بالمتحدث ضروري أعرف مين لتوافق الميول والاتجاه عند هذا الأخصائي أو هذا المدرب الآن نجد كثير من اللي بيظهروا عندنا في سوشال ميديا وغيرها يناشدوا بأمور هي غير واقعية طيب زي مثلا مثلا بعض اليوم السيدات يناشدوا بالنسويات الموجودة بمعنى أنه دائما أنظر لنفسك تترك بيتها تترك زوجها أختلف الحقوق اللي هي لازم تقوم بيها يعني هل أنا ضروري أقوم بواجب بيتي وأولادي لا أنا أجيب دادة هي تقوم بالواجبات طيب شرعا طيب مجتمعا لا إحنا مجتمع عندنا أساسيات التربية مهمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فتربية الأم لأبنائها ومعرفة حقوق مواجباتهم حقوق المرأة لزوجها هو أمر مطلوب شرعا ما في خيار يعني مولي يوم أنا أم أختار أبغى ربي ولا ما أبغى أبغى أسوي ولا ما أبغى هو كان عندك إختيار تتزوجي أو لا بس من يوم ما أنت قررت تكوني أم لابد تكوني أم بمعنى كلمة أم من يوم ما قررت تكوني زوجة فلابد أن تعي أن هذا الزوج له حقوق وواجبات ما حعيش زي ما أنا بنت في بيت أهلي لابد الحياة تختلف فالإيمان الكامل أن هناك حقوق وواجبات لشريك الحياة أولا الزوج وبعدها الأبناء الأهل الزوج المجتمع الحياة عامة لابد أن تختلف عن حياتك السابقة هنا يكون في توافق ولكن بعض الأقصائين والموجودين يعطينا أنه لا مما أنك أنت موظفة ولك وظيفتك وراتبك وحقوقك فأنت غير ملزمة بالقيام بالواجبات الأخرى لأنك أنت اليوم تقومي بنفس واجباته وهذه أمور خاطئة تماما يغرزوها في أذهان البنات خاصة المراهقات الجداد فخلاص هي تتزوج يعني أحد الأشخاص بيقولي راح يدور بيت لولده يقول البيوت بدون مطابخ المطبخ بسير بالسليحة قال أوتيل فبيسأل الرجال كيف يعني أنا بدور البيوت قالوا لا الآن ما في بنات تطبخوا لأنه المفهوم الجديد أنه أنت مو واجب عليك تطبخ ترى والله أنا زوجة وأم متعة لما أنا اليوم أسوي أكلة يحبوها وينبسطوا كلهم فهو المتعة اللي سبحان الله ربنا أعطانا هي في خدمتي أو عطائي الأبناء ترى حاجة مرة حلوة ترى هي مو تقليل من شأن الشخص هذا اللي إحنا نبنوصله يمكن اليوم أنا أعطيك من خبرتي أنا كنت كوني زوجة وأم أنا اليوم لما أسوي أكلة وينبسطوا منها عندي متعة رائعة اليوم لما نتشارك بعض في أمور البيت في حقوق زوجي لما مثلا اليوم أرسله فطور ولا أعمله شيء أنا أستمتع هو مو تقليل من ذاتي لا والله مو عشان أنا والله عندي شغل ما المفترض أني أنا أقوم أقوم له بأي دور لا بالعكس أنا أستمتع أني أنا بأجمع بين أدواري العملية وبين دوره الأساسي كزوج فالاستمتاع بما أعطانا الله من متعة ترى الزوج يعني هبة وهدية من الله والأبناء أيضا هدية ومتعة وحاجة جميلة من عند الله فإن أنا ما شكرت الله على هذه النعم الله يأخذها مني لأنني أنا ما استشعرت ما حست بهذه القيمة فاليوم أنا أقول لكل زوجة أشعري بهذه القيمة لكل زوجة أشعر بهذه الهدية والنعمة نعمة الزوجة نعمة الأسرة نعمة الاستقرار فسعادتنا وحمدنا دائما لربنا على هذه الأشياء يعطينا ترى دافع وقوة أني أنا أسوي أحسن أني أنا أعطي أكثر أني أنا أتغافل عن الأخطاء الموجودة إحنا بشر إحنا اليوم أول شيء إحنا بنغنط في حق أنفسنا فالشياء كثير إحنا بنقصر في حق رب العالمين يعني لنعمة من نعم الله ما نقدر نوفيها وإحنا بنقصر في حقوق رب العالمين ويقول ربنا خير الخطاؤون التوابون إن تتوب واستغفر ربنا ينزل كل يوم لآخر السماء ويقول هل من داعي هل من تائب هل من مستغفر فإحنا بشر لبعض طبيعي نغلط طبيعي ولكن الأطل فيها الرجوع عن الخطأ الاحتراف بالخطأ والرجوع عنه فكل هذا الكلام اللي إحنا بنقوله إنه يا جماعة ترى أي أحد فات الوقت ما انتهى بالعكس إحنا اليوم أولاد اليوم زي ما بيقولوا نرجع ونعيد عن خطاءنا ونعيد عن الأشياء اللي صارت وما في أحد معصوم إحنا بشر ولكن لابد أن نعي على كل خطأ أو مشكلة ارتكبناها في حق أنفسنا قبل غيرنا عشان فعلا يكون التغيير صحيح على كده دكتورة دعاء المفروض يعني هذا الكلام كل يصير من بدري اللي هو في جانب الواحد يارف وش اللي عليه وش اللي له تأهيل الشخص لذاته وبعدها اختيار الشريك بالاختيار الصحيح اللي أنا يتوافق معايا بمعنى إنه مو اليوم إذا هذا الشخص ما ناسبني هو شخص سيء هذه رسالة للجميع أو هذه الإنسانة ما ناسبتني هي إنسانة سيئة لا ترى ممكن الاثنين مرة كويسين ولكن عدم التوافق الفكري والميول والأنماط الدماغية هي اللي جعلت حياتهم مع بعض غير مستقرة ولابد من الاختيار الجانب الآخر في الحياة ولكن لابد أن نعي أنا أبغى مين أنا أبغى زوجة والله فلاوية حق تسفر وحياة ويلا شنطتك معايا ولا أبغى زوجة العلم عندي مقدس أنا أحب كده كل يوم نقرأ كتاب مع بعض كل يوم نعمل بحث كل نهاية الشهر نشوف إيش البحث اللي أنت سويته وأنا سويته فلما اليوم نعرف ميول بعض أنا ما أجي أقول هذا إنسان فارغ إنسان فاضي إنسان ما أو هي إنسانة يعني ما عندها مسؤولية أنا جغترت يعني بشكل عام هو زي ما نقول كل واحد يارف مفتاح الثاني بالضبط وأول شيء أنك تارف مفتاحك أنت كيف بالضبط أصعب شيء اليوم أنا أقول أعايب على شخصه أنا نفسي ما عرف أنا يشبه نعم أعيد وأولد في الكلام وأماني واصل أنا إيش أبغى بس يقعد معاه شو يقول إيوه والله صح تصدق أنا كنت أبغى كده فلو إنت اكتشفت إيش كنت يبغى كان اختصرت على نفسك طريق مرة طويل نعم نكمل معك دكتورة دعاء في هذا الموضوع لكن بعد الفاصل فاصل المستمعين ولا تزال حلقتنا مستمرة في موضوعنا لليوم ولا تنسوا الفضل بينكم أيضاً اللي عنده أي سؤال أو استفسار يشاركنا هو على رقم الواتساب 055-66-89-01 حياكم الله مستمعين ورجعنا مرة ثانية بعد الفاصل ولا نزال نتكلم في موضوعنا ولا تنسوا الفضل بينكم واللي عنده أي سؤال أو استفسار يشاركنا هو على رقم الواتساب 055-66-89-01 أرحب مرة ثانية بضيفتنا لليوم دكتورة دعاء سامي زهران مستشارة أسرية واجتماعية ونفسية وناشطة علامية حياكم الله دكتورة دعاء أهلاً فيك الآن في قبل الفاصل كنا نتكلم في جانب العلاقة الأسرية سواء في مختلف مراحلها كيف تكون طريقة زي ما نقول توطيد هذه العلاقة سواء كان بأخذ دورات أو حتى بمحاولة البحث عن زي ما نقول مفاتيح كل شخص وبناء عليه إن شاء الله بتوضح الأمور أكثر لكن الآن نفترض أن نصار في خلاف والخلاف هذا شيء طبيعي أنه لازم يصير أصلاً سواء كان في مرحلة أول المراحل اللي هو في مرحلة الملكة أو حتى في أولى مراحل الزواج أو ما بعد المراحل المتقدم من الزواج ففي كل مرحلة كيف تكون آلية الحل طيب ممتاز أقول كذا حديث بسيط نستند بعده على التعاملات اللي إحنا اللي بنقول عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل المشكلة هذه إحنا فعلاً اليوم نواجهها بشكل كبير بمعنى تكون حياتها مستقرة ما أقدر أقول لك 100% حياتها مفظيعة أكيد في قصور من أحد الأطراف إحنا جايين من بيئات مختلفة هو من بيئة وأسلوب حياة وثقافة وأنا من بيئة وأسلوب حياة وثقافة ترى رغم حتى اللي يأخذين من الأقارب أيضاً يجدوا هذا الاختلاف اليوم أنا بيت خالتي مو زي بتعمي مو زي من بيتنا حتى ممكن الأخوان هذا تلقى يشتغل في مكان وهذا في مكان فكل واحد يصير له يعني زي ما نقول بيئة خاصة فيه بالضبط فتخيل لما فعلاً هو بيئة مختلفة تماماً من منطقة مختلفة من عائلة مختلفة فسبحان الله من وجود المشاكل سواء لاختلاف سلوكيات الحياة لاختلاف ثقافات الأسر يبدأ هنا العراق يعني أنا عندي واحدة من القصص عندها مشكلة معاهل زوجها عشان هي تقرف من الأكل الخادمات وكل ما تروح جمعة العيلة ما ترضى تاكل ومعاها في شنطتها ملعقتها وشوكتها وتجيب أكلها عشان هي البيت كله خادمات اللي يقوموا بخدمة الضيوف فهنا في عراق مع أهل زوجها فأصبحت العلاقة متوترة طيب الحلة الوحيدة اللي قدرت تأخذ الرجل انه انت لا عد تروحي ويوجه وانفصلت العلاقتين الاثنين بسبب هذه المشكلة طيب إذا كان الرجل متعاون متفاهم مع زوجته حي يعرف كيف حل المواضيع وتمشي لكن بعض الرجال يقول لك لا أنا متزوج عشان أعيش حياة أسرية أو حياة عائلية حلوة أبغى جمعة أهلي ونروح دايما ونأكل ونشرب ونعزمهم ونروح ونيجي فأنت حتسببين لمشكلة يسكت مرة اثنين ثلاثة بعدين يجد أنه الانفصال هو أفضل حل لعدم تقبله لهذه المشاكل المتكررة من قبل زوجته وأهله الحديث هذا رائع ليه إحنا نبدأ ندور نأكل في بعض نبدأ ندور نطلع في عيوب بعض ترى يكونوا هما اثنين مرة كويسين بس هو مو عارف يقول أني أنا طريت أطلقها عشان هي تقرف من الشغالات وبيت أهلي يطلخوا الشغالات حطها في كسلة رحمة بظابطنه كيف حتقطعني من أهلي عرفت كيف؟ لكن الأمر بسيط لو أكتفى بكلمة ما توافقنا الله ما كتب خلاص سبحان الله لقمة وانقطعت ما لنا نصيب مع بعض ترى الكلمتين هذه الحلوة مضر ولكن طريقة إنهاء العلاقة بين الطرفين سواء من المرأة والرجل هي هذه الكارثة في إنهاء العلاقات اللي بيننا لازم أقول في السبعة ودمتها ولازم أقول فيها ترى أنا شاكك إذا عندها شيء ولا أحط إنها إنسانة مهملة وما كانت يدري عن بيتها أو إنسانة مو نظيفة أو إنسانة ما تعطي حقوق زوجية عشان أنا طلقت ترى يا ابن الناس أبسط الأمور في الدين سبحان الله إذا مات في توافق فيقول لك رب أنا خلاص إمساكم بمعرفة أو تسريحهم بإحسان يعني حتى الشرع ما قالك أمسك عليها مصيبة عشان تطلق سبحان الله إذا ما توافقت وطلبه وحسيت أنه في تنافر ترى هادي أطلب الانفصال بكل أدب واحترام لذلك الآية الكريمة ولا تنسوا الفضل بينكم يعني مو لازم بانتهاء الحياة أو انتهاء الميثاق الغليط في أي مرحلة من مراحله سواء أول مراحل الإملاك أو بعد ثلاثين خمسين سنة عشرة مو لازم أطلع العيوب والبلاوي وأبدأ أضارب وأحارب زي ما احنا بنشوف اليوم في محكمة الأحوال الشخصية يستخدموا الأبناء كسلاح للعراق فيما بينهم يبدأ لا أبغى حقوقي أبغى بيتي أبغى شيائي أبغى ملابسي يعني تجد أن الدنيا ترى الدنيا ما تستاهل طيب كيف الآن الزوجين عشان نقدر نحاول نجمع الموضوع طيب الآن الزوجين إذا صار فيه خلاف إيش الطريقة اللي تنحل يعني أنا من نجة نظري ممكن أول شي حتى لو كان فيه أبناء ضروري إن لازم يوخرون على الأطفال لأن تعرفين لما يكون فيه صياح وهي بتأخذه وبيعطي وصياح وصياح قدام الأطفال خاصة إنه كان صغار الموضوع فيه بيكون يعني مثلا أن أمي نهانت قدامي أو حتى العكس يعني وهكذا المفترض أصلا أي خلاف يكون بعيد عن الأبناء ولكن شوف إحنا عشان نتكلم فيه حياة كده يعني جوهرية رائعة طبيعية المفروض تصير ممكن يكون فيه حوار أمام الأبناء كحوار عام ولكن النقاش القوي صلب الموضوع اتخاذ قرارات لابد يكون من الأم والأب الأم والأبن من اتخذوا هذا القرار لابد يراجعوا أنفسهم ألف مرة ولابد يخرجوا أبناءهم من كل العراك اللي ما بينهم فتصفية النفوس فيما بينهم بكل أدب واحترام ترى هي سلامة نفسية للمدى العمر كله اليوم لما أنا خارجة مشحونة وهو خارج مشحون وأول وسيلة أعور ويعورني بها هو عيالنا سواء ترى كانوا صغار أو كبار يعني أمس واحدة من الحالات جاتني محرومة من أبناءها ثمانية سنين بس ترى عيالها أكبر تحريض الأب لأبناء أمكم كويسة التحريض هذه أكبر مشكلة نواجهها طب إحنا نترك أبناءنا المفترض الأم والأب اليوم هذه نصيحة كمان رائعة بوجود الخلاف ترى يمكن مو أبوك سيئ ترى يمكن مو أمك سيئة بس هم ما توافقوا فإمكن الاثنين ترى مرة رائعين ونموزج رائع للأمومة والأبوة ولكن عدم توافقهم أدى للانفصال فلا تزعل منهم قوي ولا تاخد في خاطرك إنكم ما بتتقعدوا في صفرة ولا ما بتتجتمعوا ولا مو زي أصحابكم تحت سقف واحد ولكن ترى ممكن يكونوا أكثر احترام تقدير تعزيز لمكانة كل واحد للآخر وهم بعيدين وممكن يكونوا تحت سقف واحد وتسمع السب والإهانة والتحقير والتعدي وما يكون فيه أمان واستقرار أسري فلابد من الوعي لهذه المواضيع طيب إذا اليوم سار إنفصال لابد إنه إحنا نحط كل الدنيا في كوم والمشاكل في كوم ونحط أبناءنا في كوم آخر بمعنى كل ما كان عندنا سلام وأمان وارتقاء في طلاق كده زي ما نقول طلاق راقي كل ما كان أنت بعت عن الحروب النفسية وأيضا أمنت الحياة السليمة الآمنة لأبنائك لأنه إذا اليوم أنا قررت الإنفصال بإراك أول المتضررين في الموضوع الأبناء في موضوع الزيارة في موضوع الحضانة في موضوع النفقة في موضوع الدراسة فأنا ما خرجت بموضوع أنا خرجت بمعركة من المشاكل فالتخلص من هذه المعركة بمعنى طيب يا بنت الناس امساكوا بمعروف أو تسريحهم بإحسان إيش اللي ترضي وإيش اللي تبغي يوفي الأبناء بمعنى اليوم في سيدات يقولك لا أنا وضع الأهل الأسري ما يسمح أننا نأخذ الأولاد خلي الأولاد عندك أنت حتربي أحسن تربي ترى أنا من أسمع الكلمة دي من الأم مرة شكرا أنك بتعترفي أنك أنت الآن منت مؤهلة لأي أسباب كانت أنك أنت تربي الأولاد لأنهم هما ما هو حرب لأنا حوريك حتطلق وحاخدهم إذا أنت وجدت نفسك غير مؤهلة أو وضعك الآن ما يسمح مو عيب ولا غلط لما تقول له أنت ربي أو أنت كمّل المسؤولية إلينا أنا أقدر هنا أنت عملت أول المراحل الصح في تجاوز هذه المرحلة وحتكون ترى مكانتك كبيرة عند أولادك لكن خلينا قبل ما توصل للطلاق وإلى هذا التفاصيل يعني هل من المفترض مثلا على الزوجين نقول لا توهم نزوجوا هل لازم يكون فيه نوع مثل ما نقول من وضع بعض الأنظمة مثلا إذا كان فيه خلاف ما تعدي 24 ساعة إلا وإحنا حلينه أو مثلا كل واحد يعني كلهم آلية معينة عشان الخلافات هذه يكون لها إنهاء بشكل سريع ما تتطور ممتاز اليوم أنا أجي للشريك ترى أنا إنسانة أحب الحوار مثلا فيبنى الناس لو زعلت مني تعالني تحاول وأترك للعنان الوقت أعطيني أفطفض في اللي أنا أبغى هذه الفطفضة دائما الإنسان بس يكون فيها في قاعدة مهمة لاحترام ولكن أعطيني كل الحرية أني أنا أقول لك إيش مضايقني لأنه بعض أحيان أنا كابتة 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 تجي الشعر التي قسم الظهر البعير تجي مشكلة بسيطة تقوم القيامة ويطلع كلام ومواضيع ما لها وقتها مو وقتها ولكن عدم الحوار المستمر بين الزوجين يجعل العلاقة المتوترة هذه فلابد يكون دائما في حوار طيب إجي الرجل يقول لا ترى يا بنت الناس أنا نما أجي من عملي أحب أخذ قيلولة وبعدين أي شي تبتقولي قولي فهي عرفة متة تتكلم معاه هي تجي السيدة تقول له أنا مثلا أيام مثلا أكون عندي مشكلة معينة أو مثلا أكون بأطبخ لا تجي المطبخ توترني وتتكلمني أو تطلب مني شيء فاحترامه لأوقات رغبتها في الحوار أيضا يقلل من توتر المشكلة هنا هذه مفاتيحنا أنا اليوم أجي يجي يجي أكلمني وأنا غير جاهزة للكلام المفترض أني أقول له ممكن بس تعطيني ساعة واثنين عشان أجي أكلمك هنا مرة حلوة لكن إذا فرض الطرف الآخر الحوار في الوقت اللي هو يبغى يعني أكثر الرجالي قولك أول ما أفتح باب البيت زي العفريتة قدامي وتبغى تكب كل اللي عندها ولازم أسمع ولا تلوم عفشة وتدق على أبوه وتمشي طب يا بنت الناس أولا الوقت غير لائق الأسلوب غير صحيح طريقة ردة الفعل أسوأ وأسبأ أني أنت خرجتي طيب الرجال يكبر راسه أبوك يجي أخذك أبوك يرجعك هنا صارت مشكلة ثانية بظاب فنبدأ ندخل لمحاور ثانية بعيدة عن المشكلة لكن إذا كنتوا عقلين واحترمتي رغبته فإنت عرفتي متى يتم الحوار ومتى تنهي الحوار متى هذا الشخص ننفع أن أتكلم معها ومتى ما أكلمها إيش الكلام اللي جرحها ما أضطرق له وإيش الاسلوب اللي إبغاني أكلمه بس في نقطة أخيرة قبل ما نقطع هذه النقطة بعض الأحيانة الطرف الثاني يكون ما يحب الحوار الطويل وأنا أحتاج فرجاء من كل شخص خاصة الرجال اللي ما يحب الحوار الطويل أو الكلام الكثير أعطيها فرصة فطفط عشان تعطيك أكثر بظابط أعطيها الطريقة اللي تفطفط فيه وأسمعها وأحاورها وأعطيها صدقني المرأة إذا فطفضت حتيعطيك حياة أحلى منها ما فيه نكمل معك دكتورة دعاء لكن بعد هذا الفاصل فاصل مستمعينة ولا نزال أو لا تزال حلقتنا مستمرة عن ولا تنسوا الفضل بينكم واللي عنده أي سؤال أو استفسار يشاركناه على رقم الواتساب 055-669-001 يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينة ورجعنا بعد الفاصل في آخر جزية من حلقة اليوم اللي هي بعنوان ولا تنسوا الفضل بينكم واللي عنده أي سؤال أو استفسار يشاركناه على رقم الواتساب 055-669-001 أرحب مرة ثاني بضيفة حلقتنا اليوم دكتورة دعاء سامي زهران مستشارة أسرية واجتماعية ونفسية وناشطة إعلامية حياك الله دكتورة دعاء أهلا بكم الآن في الجزية الماضية اتكلمنا بشكل مفصل في جانب النزاعات وأن الخلافات هذه كيف تنحل ويعني مثل ما ذكرتي في آخر جزية أن وضع القواعد من الأساس ممكن حتى من مرحلة الملكة والخطوبة لأن هذه المرحلة زي ما نقول هي مرحلة التأسيس فكل واحد يقول اللي عنده والنظام اللي يحب يمشي عليه وبناء عليه ممكن تقل النزاعات وتكون طريقة حلها أسهل وما يكون أنها توصل مثلاً لقدام الأبناء واللي بتنعكس بشكل سلبي على الأبناء وعلى الزوجين وعلى الأسرة ككل الآن دكتورة في جانب الصحة النفسية كيف الزوجين يقدروا أنهم مثلاً يعززوا من جانب صحتهم النفسية أو أنهم مثلاً يكون في زيارة دورية لطبيب نفسي لأن مثل ما تعرفين يعني في بعض الأزواج من الممكن هو يعاني من مرض نفسي وبطريقة أو بأخرى أو حتى الزوجة أنهم يخبون هذا الموضوع ومع الوقت يكتشفون أنه فلان عندها ثناء القطب فلان عندها مرض آخر وبيأثر على زواجهم من الممكن توصل للطلاق ممتاز طيب أولاً دائماً إحنا نقول طبيب الأسرة دائماً أنا أتمنى أنه كل شخص اليوم يسمعنا وكل شخص موجود لابد يكون له مستشاره الخاص وفيه فرق كبير ترى بين لما أقول مستشار أخصائي وبين طبيب المستشار والأخصائي هو اللي لابد يكون مرافق للشخص ليه؟ لأنه مسؤول عن أي مشكلة أو خلاف أو شيء يتعرض له الفرد أما الطبيب إذا أصبحت هناك مشكلة زي ما نقول ذهانية مرضية لابد من علاجها فالشخص لا بد أن يزور أو يراجع المستشار والأخصائي لحل أي خلاف لمعرفة كيفية التعامل في العلاقات الزوجية كيف أتعامل مع ابني كيف أتعامل مع الحياة الجديدة هذا تكون عن طريق الأخصائي والمستشار الطبيب إذا كانت هناك مشكلة أما وجود الأمراض النفسية فبعض الأمراض النفسية وراسية بمعنى أنه أنا أعرف أنه أنا مثلا عندي أحد في العيلة عنده مرض وراسي في نفسي فلابد أن الشريك من باب عدم الغش أنه هو يكون عنده علم زي نما نحن في الأمراض الوراسية نعرف مثلا الضغط السكر الأمراض الدم هذه الأمور لابد أن أكون واضحة وصريحة سواء المرأة أو الرجل أن هناك أمراض وراسية ولكن تأتي الكارثة الأكبر عندما يعي الشخص أن هناك فعلا مشكلة مرضية يعاني منها من الطفولة ويخفيها في الكبر سواء من المرأة أو الرجل يعني تعرض هذا الشخص اليوم لأزمة أسرية لحالة انفصال بين الأبوين ولكن كانت جدا قوية ومؤثرة دخل فيها في حالة نفسية بدأ يأخذ مثلا علاجات مو جلسات جلسات إرشادية ما فيها لا دواء ولا إبر ولا جلسات كهرباء ولا شي فدقا عداها فهذه أمور شخصية ولكن إذا كانت فيها مرحلة علاجية طيب فلابد من المصارحة هذا من باب الأمانة وعدم الغش والتبليس مما بينهم هذه حياة زوجية هذا في عشرة وفي أبناء في عواقب ترى لهذه الأشياء اللي أخذتها زمان أو أخذتها زمان أنا متضرر أنا أتعب أنا أقدر أتحمل أو ما أقدر أتحمل يعني في أشخاص يقولك أنا ما ربي خلقني عشان أكون طبيب نفسي لي أو أنا ما تزوجت عشان أسير معالجة أنا أبغى أمبسط أنا أبغى أعيش مع زوج يفهمني وأفهمه هنا ما نقدر نقول ترى أنت غلطان ولا ناكر للعشرة أو المعروف لا هي قدرات يعني في أهالي بيرموا أبناءهم في المصحات إذا ساروا مرضى نفسيين لصعوبة التعامل مع المريض النفسي يعني هذه نقاترة جدا مهمة اليوم لما الزوجة ترفض الاستمرار مع شخص يعاني مرض نفسي وبيأخذ أدوية وبيمر بحالات صعبة مو معناها هي مو بنت رجال أو هي ناكرة للعشرة أو شيء لا هي قدرات يمكن هي حتتعب وتدمر نفسيا أكثر وترى في دراسات كثير الي يعيش مع المريض النفسي يتعب أكثر من المريض النفسي لأن المريض هو مريض هو عنده مشكلة مرضية ولكن الشخص الآخر هو سليم وانت بتتعب بالوضع اللي بيشوفه من الكلام اللي يسمعه من التصرفات اللي بيشوفه هي طب قصده ولا ما قصده طب أعمل ولا ما أعمل طب هو يخصني ولا لا عرفت لأنه سليم بيفكر في أدق التفاصيل ولكن المريض هو خلاص معارف أنا قلت وانتهينا بالضبط أنا أبغى أنتقم وانتهينا أنا أقول وانتهينا فهو مريض فهو غير ملام يعني حتى في بعض الحالات خلاص إذا وصل مرحلة مرضية متعمقة فخلاص يعني ما هو سوي عرفت كيف مرفوع عنه القلم في أمور معينة في حالات طبعا معينة فالاعتراف بهذه المرحلة نصيحة طبعا الأهم في المصارحة هم الأهل كثير من الأبناء يعرف عنده مشكلة ولكن ليس بعم أهله يعني الأسرة ترى أمه وأبوه يعرفوا أكتر عن حالته وممكن مخبيين ويروحوا يخطبوا ويزوجوا وكل شيء نما تسير المشاكل أوه عنده كذا أي لا لا أهل الطرف الآخر هم اللي يكتشفوا أي ولما نصارحوهم يقولك إيه وإحنا كنا نعرف بس قلنا نجر بس في مرات يعني يكون لا الأهل دارين وله داري لا إذا كان من الطفولة فلابد يكونوا يعرفوا هذه حالات إذا كان مرضي فلابد يصير فيه تشنج يصير فيه ردات فعل غضب شديدة فيه صرع فيه أشياء لابد يكون إذا مرضية فهي واضحة عنده اكتئاب شديد يعزن نفسه تقطع شعرها يأكلوا أظافيرهم يأذوا نفسهم يحفروا في يدهم هذه الأشياء كلها واضحة ولكن تغافل الأهل عنها تسبب مضاعفات علاجهم بعد مضاعفات سبب مشكلة عند هذا الشخص سكوتهم عن الموضوع وإقبال لمرحلة جديدة مرحلة الزواج وعدم الاعتراف للطرف الآخر إنه هذا كان عنده مشكلة حتى لو من الطفولة هنا أكبر مشكلة ترى واليوم ممكن نشوف أكيد في إحصائيات في وزارة العدل كثير في حالات طلاق بسبب الأمراض النفسية والعقد النفسية ترى مو بس نقول أمراض حلو لو اتطرقنا لمشكلة كمان العقد النفسية اليوم والله أنا أبوي كان يضرب أمي طب إيش فيها معناه كل الحرم نازم نضربه اليوم والله أنا أمي كانت ما تحترم أبوي فطبيعي المرأة ما تحترم الرجل هذه عقد هذه ما هي أساسيات هذا ما أتصوب أو ما تعدل المفهوم الخاطئ زي ما قلنا في أول الحلقة بعض البيوت تحت صقف واحد ولكن إن السقف هذا مشقة وتحته بلاوي لم ترمم حسبوا أنه لازم نكون تحت صقف واحد عشان نحمي العيل وإنت دمرت العيل بمفاهيم غلط بأساليب غلط ببيئة وتنشئة خاطئة يعني مين اليوم؟ يعني في ناس يجلس معهم مفهومهم للأسرة غير صحيح ليش؟ لأن الأم والأب كانوا تحت صقف واحد ولكن الأم في غرفة والأب في غرفة ما يجتمع على صفرة واحدة ما في احترام ما في التقاء ما في تشاور ما في أي حياة صحيحة بين الزوجين فأنشئوا الأبناء على مفهوم غير صحيح لمفهوم الأسرة نعم الموضوع هو صراحة يطول خاصا في جانب الجانب النفسي لأن مثل ما ذكرتي في بعضها ما تكون اكتشفت أو إن في الواحد لا يزال يمارس ممارسات بناء على حالة نفسية سيئة لكن في وصولنا لانهاية وقت البرنامج أنا ودي صراحة أختم معك برسالة أو كلمة توجهينها بهذا الخصوص يعني احنا اطرقنا في جوانب عدة سواء من جانب نفسي أو حتى من جانب سوء العلاقات أو حتى في جانب بداية بناء هذه العلاقة ممتاز يمكن أحب أختم بمكارم الأخلاق الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم أي هي مكارم الأخلاق فلو كل واحد فينا كان عنده مكارم أخلاق وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعت في هذه الأمة ليتمم مكارم الأخلاق فالأخلاق هي أفضل طريقة لتعامل مع البشرية فأتمنى من كل شخص أن يتعامل مع الطرف الآخر بحسن عشرة سواء كانت هذه العشرة فيها مساوئ فيها أخطاء فيها الميكون منها لابد أنه احنا نختمها بكلمة طيبة وعلاقة طيبة وتشويها الطرف الآخر ترى ليس انتصار ما هو إلى تشويه للشخص نفسه ولا تنسوا الفضل بينكم هي آية صريحة تدين دائما إلى السلام والأمان النفسي والداخلي لما أنا أكون متصالح لما أنا أكون خلاص يا ابن الناس حياة وانتهت عشرة وانتهت نؤمن بقضاء الله خيره وشره هذا هو الإيمان بقضاء الله خيره وشره مو لازم الطعن أو التجريح أو الإساءة أو الإهانة للطرف الآخر فكل ما كنا متصافيين مع أنفسنا متصالحين مع القدر مؤمنين بما كتب الله لنا صدقني حنكون أكثر سلام وأكثر حسن وصدقني في عندنا كثير حالات بعض الطلاق أصبحت علاقاتهم أحلى وأرتب وأغقى حتى في أسلوب التعامل بسبب ولا تنسوا الفضل بينكم أخيراً لا يعطيك الفعافي دكتورة دعاء يعني حلقة رائعة جداً ولا يزال الصراحة في بعض المواضيع لا زال فيها بالإمكان نناقش فيها أكثر وأكثر لكن شكراً لك ولتواجدك معنا وإن شاء الله أن المستمعين استفادوا من هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها بشكل خاص عن الأسرة وبحكم أن الأسرة هي تشكل المجتمع كامل فإذا صلحت الأسرة إن شاء الله بتصلح أو يصلح المجتمع ككل شكراً لك ولتواجدك الله يعطيكم العافية وشكراً لإستضافتكم وإهتمامكم بهذه المواضيع الرائعة لتطوير المجتمع الشكر لكم أيضاً مسلمين الكرام وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكر أيضاً زميلي من الإخراج خالد القادي كنت معكم أنا عبدالله العامري وإلى لقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت مع السلام شكراً لكم